السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قاناتي وقاناتكم قانات ابن العرب إذ كنت أول مرة تشاهد الفيديو لا تنسى الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس لتتوسل بكل جديد سوف أقدم لكم في هذا الفيديو وخاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل دعاء لتحسين النفس هذا الدعاء بإذن الله سوف يحسنكم من كل سوء ومن كل شر بسم الله ونبدأ على بركة الله في هذا الدعاء اللهم إني أعوذ بك من ساعة السوء ويوم السوء وليلة السوء وصديق السوء وجار السوء وأعوذ بك من ذي الوجهين وذي اللسانين وأعوذ بك من إبليس وذريته وشياطينه وأعوذ بك من الحديد والحريق والطريق وساعة الغفلة ربنا عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم اللهم إني حصنت نفسي وأهل بيتي جميعا بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم ودفعت عني وعنهم سوءا بلا حول ولا قوة لي إلا بالله العلي العظيم اللهم إني أعوذ بك من بكاء يرهقني وهم يفجعني اللهم أجبر خاطري وإشرح لي صدري أستغفرك رب من كل الذنوب والخطايا رب لا تكسر لي قلبا ولا تصعب علي أمرا لا تحرمني مما تعلقت به الروح واحفظ لعائلتي وأحبتي من أراد الخير لي آمين والحمد لله رب العالمين هذا هو دعاء تحسين النفس أتمنى منكم أن ترددوا معي هذا الدعاء وأن تكتبوه ودوما ترددوه في حياتكم اليومية وخاصة أن تواكبوا فيه في العشر الأواخر من شهر رمضان وخاصة في ليلة القدر أتمنى من الله أن يبعد عليكم ساعة السوء ويوم السوء وصديق السوء وأن يبعد عنكم الشياطين وذريته وأسأل الله عز وجل أن يحفظكم ويحفظ أهاليكم ومحبيكم في آخر الفيديو أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وأشكركم على دعمكم وعلى تعليقاتكم الجيدة في آخر الفيديو أطلب منكم تشجيعنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس تتوصل بكل جديد ودعم الفيديو بزر اللايك شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم